اشتركوا في القناة 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 للسؤال عما يدور في بال شخص ما يعني انت لما بتجي تتكلم مع واحد وهو ما قالش فكرته او ما قالش رأيه لحد دلوقتي في المشكلة دات او في الموضوع اللي بتتكلمه في بتستخدم كلمة زي المثال يعني بيقوله انت ما قلتش كلام كتير في الموضوع دوت يعني ايه انا عايز اعرف رأيك ايه في الموضوع دوت اللي بيدور في بالك يعني رقم تلاتة اللي احنا دايما بنقوله الافعال اهم من الكلمات ممكن واحد دي يعد يتكلم كتير ولكن ما تلاقيش منه حاجة بيعملها من الكلام اللي هو بيقوله او الوعود اللي هو بيقولها وبالتالي هي ترجماته حرفيا ان الافعال بتبقى لها صوت اعلى من الكلمات او هي اللي بيبقى لها تأثير اكتر من الكلمات لو جينا شوفنا المثال يعني بيقول ان واحد اسمه باول عمل او قال وعود كتيرة جدا لما كان في الكامبين لما كان في الحملة ولكن هنبدأ نشوف ايه هي من الحاجات اللي هو قالها ديت هينفزها فعلا بجد تمام اربعة اد انسلت تو انجري ان يجعل موقف سيء اسوأ زي كما بنقولها بالمصري زود الطينة بلا يعني لما تكون في مشكلة قريدي موجودة وفيها كوارث وفيها خسائر كتير وحد حاول يحسنها رح بوضعها اكتر يعني قالولي ان انا كبير او في السن على الوظيفة ديت وعلشان كمان يزودوا الامر سوءا قالولي او رفضوا ان هما يدوني مرتبة او يدوني الاتعاب بتاعتي اللي بعده رقم خمسة يعني الحاجة بتحصل فورا هينما معنا المثال ان انا على طول اقدر اعتمد على والدي على بابا فاي وقت انا ببقى عايزة مساعدة على طول هو بيعمل لي الحاجة ديت او حالا ستة بعضها بيخططوا لاعلان معين لشركة معينة فبيقولوا ان الحملة الاعلانية ديت ما كانتش نكحة زي ما تمنينا يلا بقى نبدأ من جديد ونعمل حملة اخر اللي هي الكرة في ملعبك زي ما بنقولها بالمصري يعني هي انت اللي هتاخد القرار دلوقتي يعني هما دعوك على الحفلة وانت دلوقتي او دعوك لأي حاجة مش شرط هنا الحفلة ودلوقتي بقى الرأي رأيك او القرار قرارك عايز تروح ولا مش عايز تروح باركينج اوب ده رونج تري باركينج اوب ده رونج تري يعني في الاتجاه الخطأ يعني المحامي بتاعه قاله ان ممكن يكون المحققون اصلا شغالين في الطريق الخطأ لما نكون مثلا بنتكلم على قضية معينة والمحققين لحد الوقت ما وصلوش للمرتكب الجريمة او ايه هو السبب الجريمة فساعدها هو بيقوله ان هما ممكن يكونوا اصلا مشيين في الاتجاه الخطأ تسعة سعيد برحيل شخص ما يعني لما يكون واحد في وسط مجموعة وفي واحد من المجموعة ده ما بيحبش الشخص ده اول ما يمشي على طول يقول الجملة ده يعني مبارح يستردي كان عندنا حفلة وداع لجون ولكن علشان اكون صادق معاك انا سعيد ان هو مشي ان هو رحل عشرة beat around the bush beat around the bush يعني يتحدث عن موضوع بشكل غير مباشر don't beat around the bush just tell me the truth ما تقعدش تلفوا الدور علي في الموضوع قل لي على طول الحاجة الصحة او قل لي الحقيقة وجايبه لكم صورة للنبات اللي هو اسمه بوش يعني هتلاقوا دايما ان لو جيت ترجمت ترجم حرفية لكل جملة من الجمل اللي احنا بنقولها في ال idioms هتلاقي ان ليها معنى ولكن الجملة على بعضها ليها معنى تاني خالص اللي هو مش المعنى الحرفي ولكن ما وراء الجملة ده او ما وراء الكلمات ده بس احنا كده خلصنا اول مجموعة يارب بتكون حاجات مفيدة ليكم مرضناش نحطهم كلهم مرة واحدة علشان الفيديو ما يبقاش تقيل وعلشان كمان تلحقوا تحفظوا كل مجموعة لوحدها بسهولة وبعدين تدخلوا على الجديد وانتو حفظين القديم طبعا سعيدة جدا باي اقتراح ليكم اكتبوا لي في كومنت تحت الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك في القناة علشان اي فيديو جديد يوصلوك اول باول شكرا ليكم